نبدأ يمكن أن نبدأ مباراة سيراميكا مباراة سيراميكا أعتقد كانت على المستوى الفني مباراة رائعة بتكلم خاصة عن الشوت الثاني نتكلم على فريق كمان فريق محترم النادي الأهلي بيعمل أداء ولا أروع في الشوت الثاني مباراة سيراميكا خلينا نقول طبعا تحية أولا لنادي سيراميكا الصعد من الممتاز به على الأداء والروح العالية اللي كان بيلا يتعب بها لكن خلينا كمان نتكلم على النادي الأهلي نادي الأهلي في الشوت الثاني أعتقد أدى أداء أكثر من رائع يعني فيه أدوات وفيه شغلة عمل من موسيماني حنتكلم عليه بالتفصيل بداية المباراة كانت إزاي دخول زي ما أنتوا شايفين وليد سليمان بدخول كهرباء أعتقد ده كل ده إدى شيء إيجابي للنحية الهجومية للنادي الأهلي وخاصة وجود كمان أفشة يعني خلينا نتكلم أن مباراة المباراة السيروميقة أعتقد من المباراة المهمة جدا اللي موسيماني استفاد بها بشكل كبير كمان هنتكلم إن شاء الله كمان على المباراة أو مشوار النادي الأهلي كمان يوم الثلاثة اللي جاي استكمالا لبطولة الدور في الأسبوع السادس لكن سهام خلينا أقولك مباراة سيروميقة كانت يعني الناس كانت بتتكلم عليها من منطقين إخفاق موسيماني الناس بتتكلم على إخفاق موسيماني في الشوت الأولاني وأنا بقول أن دايما المدرب بيقولوا كده في لغة الكرة الشوت الثاني الشوت المدربين الشوت الأولاني سيروميقة كان إلى حد ما أفضل مسك نص الملعب بشكل أفضل كنا مفتقدين شوية حلقة الوصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم لكن الشوت الثاني مع نزول وليد سليمان مع وجود أفشا وكهربا أعتقد الشكل اختلف تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر